السلام عليكم يا شباب ده مشروع يعني هتسافدوا منه انا مسكته وحاولت اصبطه المشروع ببساطة كان فيه جهاز من سنة 99 اسمه اكاي mbc 2000 XL وكانت الLCD بتاعتهم مبعدش الشركة مبعدش تطلع المنتج ده تاني والLCD بتاعته بقت دفكتد كزا مرة وفيه ناس كتيرة فيه كوميونيتي كبير جدا للبروجيكت ده والناس مش عارفة تغير الLCD فطبعا الحل الهاكي تتريبرس انجينير الجهاز ده وتحاول تتربلس الLCD ده بLCD تانية انا فتحت الجهاز لقيت LCD 컨ترولر LCD 컨ترولرز بتاعته black died IC فمش هتعرف تجيب البروتوكول بتاعتها ودي كانت مشكلة كبيرة جدا ان الجهاز LCD 컨ترولرز الLCD بتاعتها مش معروف ال IC بتاعتها ايه ولا معروف البروتوكول ولا معروف اي حاجة الcommands ولا ال data ولا الحاجات دي بصيت على السكماتيك بتاعه طبعا بعد ذلك عن البربوينت و سلايز انا عملتها كويتلي يعني في حولي عشر دقائق عملته عملت البيزنتيشن دي فطبعا هي مش منظمة ولا اي حاجة البصيط على السكماتيك بتاعته ان انا عملت لها download لقيت في IO read signal IO write و A1 ده تقريبا للكماند والداتا و two chips select انا استغربت طبعا من الصورة دي لو انتا شفته هتلاقي فيه two LCD 컨ترولرز طيب هو ليته لما بصيت انا ده حاجة اسمها هاردويلد double buffering بس احنا دايما بنعمل double buffering بالDMA او نكتبه software لو عندك مثلا synchronization problem او مثلا عايز تدعالي data rate بتاعتك او يعني هو زي ما هم عاملين هنا LCD ده LCD controllers بسويتش بينهم والLCD كانت 256 في 60 بيكسل فطبعا ال data rate يعني size عالي و data rate عالية فكان بيعمل سويتش بين الاثنين يخلي CS1 LCD controller 1 يرسم حوالي 3-4 على الاسكرين والCS2 للLCD controller الثاني حول يكمل الـ 25% من الاسكرين وكان بسواب ما بينهم عشان يعمل animation وكده بسيط برضو على الاسكيماتيك لقيت البروسيسور UDP-72060 بس اتشوفت الكلوك بتاعته مش محطوطة هنا حوالي 32 ميجا هيرتز طبعا انا مكنتش عارف انه هو في PLL جواه ولا لأ يعني ده مش واضح فشوفت الكلوك بتاعته لقيتها 32 ميجا هيرتز من الاسكيماتيك هنا وعرفت ان دورت على الاسكيماتيك بتاعته وعرفت ان الاسكيماتيك بتاعه 8086 x86 variant من الـ NEC من الـ Intel x86 NEC اللي عاملها طيب انا عامله دلوقتي انا شفت الـ socket وعندي unknown كتير جدا انا ما عافش الـ LCD controller ده البروتوكول بتاعه ايه فبصيت طبعا على الاسكيماتيك لقيت الـ address decoder circuit بتاعته وشفت الـ I-O addresses من الـ CPU وقيت الـ NCS1 مع الـ address decoder هنا الـ address decoder ده وعملت decoding للـ pins فجبت الاسكيماتيك بتاعت الـ decoder وحاولت ان انا assume bits وعرفت ان الـ addresses 60 و 62 للـ LCD 1 اللي هو controller الاولاني والـ chip select التانية للـ LCD التانية الـ addresses كانت 100 و 102 فطبعا انت اه دي دي هترفيلز حجات كتيرة جدا الـ I-O addresses space بتاعت الـ CPU وستطعر تعرف لما تجيب الفرموير بتاع الجهاز ده هتعرف تدور على كل lloat instruction و southeast output دي بتروح الـ address وبتحط data فأنا جبت من السكماتيك دائكرام جبت الادرسيز وحاول أشوف الفيرموير دلوقتي إيه اللي بيحصل على الادرسيز دولت دولت الادرسي سبيس بتاعته وميموري ماب طبقا على الادرسي سبيس بتاعت الـ CPU وعرفت الـ 4 أدرسي دولت فتحت عملت الـ disassemble الفيرموير شفت الـ Out LCD 2 وOut LCD 1 وشفت الـ Out على الكود لقيت فيه أدرس 100 و102 و60 و62 وصلت لنا أن الـ Data لما تعمل Out للـ LCD 1 كان الـ 23 الـ Command 23 بيست الـ Y coordinate والـ 22 بيدرو الـ Pixel 21 بيحط الـ Y coordinate وبعد كده بيدرو من بفر ويبعت على الـ LCD 1 ويبعت على الـ LCD 2 طبعا ده موضوع كبير أنا مختصر يعني عدت في الـ Asimble ده حوالي 3 أيام حاول الفكرة بتاعته عرفت طبعا نهي كرافكة LCD في بفر موجودة عنده بيتمابس في الفيرموير وبياخد البيتماب دي الـ Array of Bytes ويبعتها على الـ LCD 1 ويبعت على الـ LCD 2 ويرسم الـ Graphics على الـ 2 controllers عملت ايه؟ جيبت لوجيك أناليزر وعملت كابشر للـ Data Bus لدولت وحاولت ان انا اكابشر الـ Data كلها وهو بيستارت أب وعملت كابشر الـ IORite والـ A1 والـ CS1 والـ CS2 والـ Reset والـ Data Bus وشفت الـ Signals وكتبت على الـ PC قريت الـ Binary File بتاع الـ Logic Analyzer وعملت ديكودينج للـ Data Bus على الـ PC كتبت ديكودينج وشفت طبعا الـ IORite انها بلس وبعدها بيكتب الكومانز وشفت عند الـ Falling Edge عرفت ده برضو من الـ Falling Edge بتاع الـ IORite بيكتب الكومانز وعرفت الـ IORite بيأشيو الـ CPU بيأشيو الـ IORite signal وبينتظر الـ LCD Controller يرد عليه كمان وده طبعا عرفته من الـ Firmware لانه هو بيويت فور LCD 1 رادي ويويت فور LCD 2 رادي وبيت يعني عرفت النقطة دي لما اروح للـ Micro Controller اللي انا احطه في النص ويروح الـ Data من الـ CPU للـ Micro Controller بتاعي اللي هو الجديد بقى ويروح على الـ LCD بتاعتي فعرفت ان انا لازم ايشيو لما يجيه للـ IORite بـ 1 أو Rising Edge من 0 إلى 1 أبعث له الـ Data بـ 0 انا شفتها من الـ Firmware هنا طبعا في wait for LCD 2 ready لما بيت اكابشر أشوف الـ IORite لما Falling Edge في الـ Interrupt Sorry Rising Edge أبعث له الـ Data بـ 0 ولما أبعث له بـ 0 الـ CPU بتاع الجهاز ده يقول لي يعرف ان انا رادي دلوقتي ويوم باعث لـ LCD Data جديدة انا باختصر جدا معلش كتبت الـ Firmware كتبت الـ BC Decoding Software استخدمت مكتبة اسمها SDL دي بترسم Graphics وده كانت الـ Results بتاعت الـ Decoding بتاعت الـ DataBus كنت بأقرأ طبعا الـ DataBus لو شفت هنا مثلا في الصورة كنت بأقرأ الـ DataBus كتلي ولو العشرين ده بقى هو درو بيكسل بتشك الـ Edges بتاعت الـ LCD screen وبحطها في Frame Buffer في Frame Buffer Video RAM وبقى Incremental Y فهيبتدي الـ Video RAM الـ Video RAM ده هي LCD Screen للـ LCD 1 وفيديو رام 2 اللي هي الـ LCD فيديو رام جديدة اللي هي التانية برضو بضيف عليها لانه هي نفس الـ Commands بس بـ Decoding مختلف هنا مثلا يعني بشوف مثلا لو الـ Chip Select اللي التاني هيكتب للـ LCD 2 لو الـ Chip Select الاولاني Active بيكتب الـ LCD 1 وبعد كده الـ Video RAM دي باخدها وارسمها على Surface وبيكسل وطلعت الصورة زي ما انتم شايفين في السلايد دي صورة الـ LCD بعد لما جمعت الـ Data خدتها من الـ Logic Analyzer وحطتها على Frame Buffer ورسمتها طبعا لما كده فهمت الـ Software دي يجب بقى المشكلة بقى في FrameWare دلوقتي لازم اختار مايكرو كنترولر والمايكرو كنترولر ده هيقرأ من الـ Data Bus من الـ Parrel للـ Bus ده وبعد كده الـ Data دي هتتفارورد لـ LCD الجديدة زي ما اعرفت زي ما انا قلت في الاول الـ LCD القديمة ديفيكتد والكنترولر اسبقاتها مش معروفين وعنون يعني جبت الـ Logic Analyzer وشفت الـ Data Bus وشفت الـ مايكرو كنترولر الأوتوت عملت عند الـ Rising Edge عند الـ Falling Edge أسف بتاعت عملت بلصاية High و Low بين الـ Interrupt عشان اعرف امتى كبشة للـ Data فده طبعاً تكنيك معروف جداً في الـ Embedded Software انك انت لما عاستي مايجر شيئاً بتبط لا High و لا بين الـ الـ Section بتاعك الـ Section الـ Code اللي عاستي مايجر وتعرف ايه الـ Edge بتاعك حصل امتى ولا لا او الـ Delta T بتاعت الـ Section ده فبصيت لقيت الـ Interrupt Request هنا ولقيت الـ CS1 ميز الترانزيشن وعند الـ Microcontroller Output فطبعاً دي مشكلة استهى لقيتها وده وقت كبير جداً 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 زي ما انا قلت الـ CPU شغال بـ 32 ميجا هيرتز فعشان Nequest Criteria عشان تسامل الباص ده بالـ Microcontroller بتاعك محتاج ضعف الـ 32 ميجا هيرتز حوالي 64 ميجا هيرتز وانا ما اعرفش اصلاً جوا الـ الـ Processor ده فيه BLL Multiplier ولا لا هل هو الـ 32 دي Multiplied by 2 by 3 وانا لازم اسامل اعلى من كده فما كنتش اعرف فـ الحل ايه؟ طبعاً المشكلة دي طبعاً كده مش هتاح مش هيبقى فيه ما فيه ما فيه محتاج محش ن Helena كنترول ST خلينا نقول لي ايه هو ال ST ما فيه synchronization بين ال ST دلوقتي والdata bus بتاعت ال CPU ده لما لقيت البلس بتاعت المايكرو كنترول بتاعي وقت ده later جاية بعدين وCS1 جاية قبليها ال response بتاع المايكرو كنترول بتاعي كان ابطأ طيب افكر في الحل البسيط جدا انا كنت تلاتش السيجنالز دي بتاعت ال data bus ال a1 وال write وال i or write وال i or read وال data bus ويتستورها شوية عنده يعني latch طبعا هيستور ال information دي for several nanoseconds وبعد كده تبروسس ال data ده طبعا ال latch محتاج 16 bit لان عندي هنا ال data bus وال write وال a1 والCS1 والCS2 حوالي 11 بنا فقلت يبقى components وcircuits وليسها order والكلام ده ففكرت ايه في حل تاني latch ففكرت في حل تاني قلت ان انا هتريجر dma تمام وهكوبي البورد اللي انا حطت عليه ال barrel البس ده وتريجر بتاع dma هيبقى falling edge بتاعت ال i or write فكلما ينزل i or write هنا اول ما ينزل اي او write هنا يقبل البورد ويترانسفير طبعا ال data من cpu للميموري وبعد كده process a commands بتاعتي زي ما عملت على pc لقيت اني موجود يعني اشتغل الكلام ده بس باردو لقيت synchronization ولقيت response بتاع st ما كانتش كويس ولقيت في flickering ولقيت في مشاكل كتيرة جدا في الموضوع ده فطبعا انا مشكلت عندنا 500 نانو ساكن دي سريعة وال st لو انت مثلا st شغال 180 ميجا هيرتز كلوك بتاعته وعندك 11 بيننا فهتقسم 180 ميجا هيرتز 180 180 ميجا هيرتز على 11 فكل 16 ميجا هيرتز لو هتقرأ من البورت وده قليل جدا يعني انت بتقرأ 11 بيننا وطبعا الكلوك طبعا يعني انت محتاج حوالي 64 ميجا هيرتز عشان توصل لل 500 ميجا هيرتز يعني محتاج تسامبل اعلى من cpu بتاع mbc بتاع الجهاز ده فطبعا ال data rate عليلة ولازم اسامبل اعلى من كده يعني 16 ميجا هيرتز عشان اقرأ انت بتقسم طبعا 180 ميجا هيرتز على كل جيب اي او فلو هو 32 16 بيت جيب فعشان ال read ال read ال read الواحدة ال read ال read الواحدة هكلفك 12 ميجا هيرتز وده قليل وده قليل جدا انا عايز اسامبل اعلى من كده فدي مشكلة طبعا قابلتني دي مشكلة في ديم اي يعني انا كنت زي ما تشايفين هنا اعملت double buffering بال ديم اي و كنت بقرأ من البورت يعني ممكن افتح لكم المشروع هنا احسن افضلكم هل هل ديم اي كنت بتريجر بالتايمر التايمر ده تريجر بتريجر عند ال i o right عند ال fall engage ولما يحصل ال fall engage يقوم ال data من البورت دي كنت حطت ال data bus بتاعتي وال i o right وال a1 وال cs1 والcs2 على البورت دي وبقرأها بوفر طبعا والبوفر ده double بوفر وبشوف طبعا لو في half transfer او complete transfer لانه circular بوفر عشان محتاج continuous reading وكنت ببروسس الفيرست half وال second half بتاعت البوفر وبروسس ده طبعا بتشك هنا الcommands بتاعتي زي ما كدبتها على الPC بسامل a1 cs1 cs2 database وبعد كتب لو الcommand لو هي lcd1 command ولا data بسد على a1 معروف لأي lcd controller ممكن يبقى one ده command لو هو بواحد بcommand لو بزيرو 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 فهو لو هنا one ده data لو هو بزيرو ده command وكنت بكتب الcommand للlcd1 والdata للcd2 وبعد كده بفيل vram زي ما انا كتبت على pc بالزبط decoding هو هو وframe buffer ده بستخدمه في drop lcd وبdrop excel وهيرسم لطبع ال ال اعتبرتها memory خلاص انت عندك اللي بتعمل interface اعتبرت كميموري اعتبرت السيجنال اعتبرت الاسيبيو ده ميموري لان الميموري في الـ 86 عبارة عن أدريس وديتاباس تمام؟ أدريس وديتاباس نفس النظام ده لو انت اشتغلت على الـ 86 هتلاقي الرام زي نفس الـ الانترفيس اشتغلت بالـ SRAM وعملت داتاباس وحطيت الـ 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 RAM لـ 500 نانو سكند هذا الـ FMC ده الـ FMC في الـ ST بـ Interface مع SRAM مع SDRAM مع NOR وحطيت الـ 90 سايكلز لو حسبتها من الـ 500 نانو سكند وعندك 180 ميجا هيرتز هيبقى الـ 5 وكسر نانو سكند وانت محتاج 500 على الخمسة محتاج حوالي 90 سايكلز وده الـ اللي هو الـ بتاع الـ لما تتحط على الرام فانا عملت بالضبط مع الـ وده كان الحل اللي انا اشتغلت بيه وقلت لو الـ الـ بستور عند الـ بزيرو هنا وباخد الـ باخد الـ عشان هيبقى سريعة جداً وبمبروسس الداتا ده وبيزد على الـ بابتشك الـ وابعت الـ وابعت الـ على الـ الجديدة بتاعتي اه انا اشتغلت بالخطة خطة ديس بس وما اشتغلتش بالـ الـ لان مش محتاج الـ انا محتاج ديتا بافر يعني اكن الـ هنا اكنها بافرين بتستور الـ الـ حوالي 500 اينو ساكند وبيبو بروسسس الداتا دي فانا عملت نترفيس مع الـ اسرام اكن الـ الـ اللي جاية اللي ده الداتا باس بتاعته اكنها اسرام بقى كان فيه سري سولوشنس اللاتش دي مايه مع تايم تريجرد اه والاسرام وده كان الحل و اه للاسف ما عنديش فيديو اه اوريكم الشغل يعني بس اوريتكم الـ 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 وهو اشتغل والراجل خاد الـ ودولة بيعمل الـ الـ اه اتمنى تكون تستفدتوا من التكنيكل و من الـ اللي انا مريت بيها و ازاي حاولت ان انا افكر و ازاي حاولت ان انا احل اه المشكلة والمشاكل الابل اتنين شكرا موسيقى موسيقى